اشتركوا في القناة كومة نقاط ونقول ألف مبروك للهلال اليوم كان فيه شوية نتائج فيه ناس تقدمت فيه ناس انزلت الآن صار هلال اتحاد اتفاق شباب صار الرابع النصر الخامس الفيصل السادس ولسه الفيصل عنده بكرا مباراة مع الأهلي ربما لو استطاع الفيصل يحقق فيها نتيجة ربما يقفز للخامس ويتراجع النصر السادس الأهلي أيضا عنده معادلة أخرى في تلك المباراة ألف مبروك للهلال يستحق الفوز يستحق البطولة يستحق الدوري فريق محترم إدارة صادقة مع نفسها يمكن البعض يسأل يقول له الهلال ليش حقق الدوري يجيك واحد يقول لك إصافرة حكم واحد يقول لك ثاني يقول لك لجنة واحد يقول لك شوف انطالع جدول الدوري وحتى اللي بربع عقل راح يعترف ان الهلال أفضل فريق كرة قدم في المملكة العربية السعودية لعام 2011 شكرا لإدارة نادي الهلال هذا الأمير عبد الرحمن بنواف بنساعد ناس صادقين ما كذبوا على جمهورهم كانوا صادقين واشتغلوا جوا أرض الملعب عمرهم ما حاولوا يضحكون على جمهورهم شكرا لك كالديرون هذا المدرب المتفاهم الرجل اللي استطاع أن يضع خطط مناسبة لإمكانيات فريقة شكرا للي تعاقد مع اللاعبين الأجانب اللي هم أفضل لاعبين أجانب في المملكة العربية السعودية شكرا للكابتن سامي الجابر اللي يا ما تحملوا يا ما تحمل وأثبت سامي الجابر أنه مش لاعب متميز وأسطورة من أساطير كرة القدم السعودية خارج الملعب لا أثبت أنه واحد من أميز إن لم يكن أميز مدير كرة قدم في المملكة العربية السعودية حاليا نروح لللعيبة لعيبة قدموا أشياء لم يقدمها غيرهم نروح للجمهور جمهور الهلال أثبت بأرقام التذاكر في هذا الموسم أنه لا زال هو الرقم واحد وهو الأكثر حضورا في المباريات على مختلف تحدياتها ألف مبروك